صباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار ومساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل النهاردة معنا نوع جديد من انستان تكافي تبع شركة تشيبو هو النوع ده مكتوب عليه فول بلاك ان وايت فول بودد فلايفور بلاك او ويد ملك تمام والانتنستي بتاعته كمسة من سد عنا نجربه ونشوف طعمه ايه ووضعه ايه كنوع قهوة سعيد التحضير ولكن هناك حاجه ايه المكتوبة من وره لفت انتباهه شوية بالنسبة للانجريدينس المكتوب عليه 100% بيور كافي مش واضح علي انه هو ارابيكا او ربوستا او النسب ايه او اي حاجه بيور كافي دي على حسب ظني تتكتب في المنتجات اللي فيها خليط ما بين الارابيكا والروبوستا فنحن نشوف الوضع معنا ايه ونفتحه ونشوف اللي تشبه بلكن وايد ده وضع معنا ايه في القصة بتاعت الاهوة سرعة التحضير هنجرب كده ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم هذه الكوفر بتاعه نفتح نشوف بقى الدنيا معنا هتبقى عامل اسيه ده الشكل بتاع الحبايباب بتاعه من جوه يعني هي اقرب شوية للنسكة في الجولد في اللون فنشوف نشرب كده وقبلكم بقى رأي ايه فيه سلام واقع ودلوقتي عملنا منه نوعين نوع اللي هو البلاك ميليجر لبن والنوع الويت اللي هو بلبن هو زي ما ارطلو كده اللون بتاعه والحجم كان شاكل بالزبط النسكة في الجولد وبعد ما عملت المشروب النهائي لا انا احس برضه ان انا كأيني بعمل نسكة في الجولد مش فارق معي في اي حجم يعني عكس الدفيدوف مثلا فنشرب دلوقتي كده ونشوف الوضع ايه بعد ما انا شربنا ودلوقتي شربنا من اللي تشيبو انستانت كافي النوعين اللي هو البلاك الميليجر لبن والويت اللي بلبن الصراحة يعني هو كطعم في البلاك انا مرشحوش الا للناس اللي بتحب المرارة القوية انها كانت مرارة زهرة جدا جدا ويعني الطعم انا على الناس ما استراحته انا تحس انت فيه حاجة مش لطيفة قوي وانت بتشغف بوقك ان الطعم فيه مرارة زهرة وقوية مع اللبن هي المرارة موجودة لكن اهدى شوية وتحس ان يوجد طعم شبه لطيف شوية مع اللبن لكن المرارة لازالت موجودة انا على الناس احب المرارة القوية بالشكل الفج لكن الناس اللي تحب المرارة ممكن اقرأ الشحر لكن بالنسبة طبعا سعره 50 جرام حوالي 70 جنيه والمية جرام منه حوالي 140 جنيه فلا انا شايف ان بالسعر ده انت عندك طبعا الدافيدوف ممكن تشتريه لطيف جدا وسعره يكون مقابل الجودة احلى كثير وكطعم احلى كثير لانه كتقييمة انا لا هو الناس اللي تحب القهوة اللي فيها مرارة زهرة لكن الناس اللي تحب تشرب قهوة سعيد تحضير باللبن عادي اللي تحب المرارة القوية وانا كترشيح الشخصي لا ما استلطفته فهستيل ان انا مع الدافيدوف لحد ما يشوف نوع تاني اللي ممكن يكون قريب منه او حاجة مع السلامة